بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله يهلا بكم خلصنا الفيديو السابق موضوع حزف فرضر public وشلنا كلمة public من اللينك بتاعنا وشغلنا مشروع بتاعنا طيب كده فضل نعمل نبدأ تنزيل لحة التحكم لحة الادمن نحنشغل عليها في اكثر من اللوحة موجودة تدعم اللغة العربية لك احنا كنا بدأنا مع حضراتكم على القناة الكورس بتاع البوست ما بيعاكم مخازن وكنا اشتغلنا على لوحة ادمن لت نسخة العرب منها وان شاء الله تعالى برضو هستكمل مع حضرتك الاتشار برضو على نفس اللوحة ليه لان احنا بعد كده هنعمل ازاي نتعلم نعمل الدمج ما بين اكثر من نظام عندي بالدارافل تمام اعملهم دمج كلهم على نفس المشروع كلهم على نفس المشروع نفس برضو نفس الصلاحيات نفس جدول المستخدمين فعشان نعمل الكلام ده لازم يكون اللي ايه يكون عندي كلم مشروعين تمام على نفس بتاع مين اه الادمن فاحنا حنشتغل على مين على ادمن لت ايه اه فيرجل تلاتة تمام تدعم لغة العربية حلقى عندك اللينك اسفل الفيديو هتنزلها طبق من جيت هوب او من ميديا فاير هينزل معك ملف كده مضغوط تعمل اللوحة جميلة جدا ويعتبر اشهر القوالب العربية اللي ايه الناس شغالة بيها هنا كده ايه عندك الانديكس الاولى تدعم لغة العربية تمام بالشكل ده او فيها مجموعة جميلة جدا من المحتوى تبدأ ان انت ايه تستعملها في الشغل بتاعك زي ما احنا ايه اشتغلنا في دورة المبيعات والمخازن عليها طيب اه لكن هنا ايه هنبدأ نشرح من جديد ازاي اعمل لها تقطيع وازاي اركبها هو يعني اشرح مقارب للموجود عندك على الدورة التانية لكن برضو ايه نشرحها من جديد بشكل ايه اكثر توصيلا طيب هنا كده ايه شباب اه عندك المشروع بتاعنا الاكزام اتش دوكس هنا عملنا اتش ار ام اي اس ده المشروع بتاعي والفيديو السابق عملنا حزف لملاف البابلك اللي هو كان ايه بنحط فيه الملافات السي اس تي اس والجابا سكريبت والكلام ده او طيب انا كده هنا هو عارض ابدأ ايه هاخد اه ما حضرتك من الداونلود هناخد مين هنا عملنا اجزة تراك للوحة التحكم تمام اهي دي لوحة بتاعتي وهنا المشروع بتاعي طيب هنا كده يا شباب هنعمل ايه المشروع بتاعنا هنا هو اتش ار ام اس هتعمل معي كليك ييمين نيو فولدر هتسمي اسد ده حيكون في ملفات الجابا سكريبت والسي اس اس وملفات اللوحة بتاعتنا بداخل الاسد هنا مفروض انت في اي شوق يكون عندك ملفين فولدرين الفرونت والباك ليه لو انت عندك اللوحة دي تدعم ان يكون ليها موقع فرونت يبقى شغل فرونت واحده شغل الباك اند واحده فهنا كده نعمل اي شباب نعمل فولدر هنسميه ايه ادمن يعني دي ايه ترمز الى الباك اند طيب هنا كده بداخل ادمن افتحه هنا كده يا شباب هتجي معي ايه تفتح الملف الفولدر بتاع مين اللوحة بتاعتنا نحنا عمانو داونلود هنا هتاخد معايا الفولدر والدست والفونتس والبلاجين الاربعة دولار تاخدهم معايا كابي كنتل وشي وهنا كده او تيجي ايه تعمل تمام كده احنا عملنا ايه جبنا الملفات الخاصة باللوحة بتاعتنا ملفات مين والدست والفونتس والفونتس والباك والبلغينز. برضو هنا كده هو تعمل معك كليك كيمين وتقول له ايه نيو فولدر هنسميه ابلودز. ده ايه عشان لما نرفع ملفات في الشغل بتاعنا هيتخزن معي هنا هو في فولدر الابلونز. طيب ده اول خطوة معي عملنا ايه? عملنا كريات نيو فولدر سميناها اسيدز. وبداخله عملنا اسمه ادمن خدنا فيه والديست والفوندز والبلغين من اللوحة بتاعتنا خدناهم طيب انا عندي هنا هو شباب الصفحة اللي انا حبدأ فيها باللوحة مش الاندكس هي ايه صفحة كده فاضية فيها والهيدر والكنتنت انا عاوز دي بس. تمام? مش عاوز ايه الاندكس الكبيرة اعاوز صفحة دي بس فهنا كده هو شباب هتيجي معي ايه? تفتح معنا تمام? ونفتح المرشوع بتاعنا ونشوف هنعمل ايه? احنا ماشيين كده خضوة خضوة. تعيش تفهم لو انت اول مرة معنا مثلا بتطبق معنا مشروع على الارفل. تفهم ازاي? هنعمل تكسيم الصفحة الماستر والصفحة الفراعية والصيدباء والفوتر والهيدر والكنتنت الكلام ده كله. يعني احنا ايه? هنتعامل اكي انك اول مرة ايه? بتعمل المشروع معنا. طيب. هنا كده هنفتح الفيشو سوديو كون. وتتأكد انت ايه? تعمل فايل اوبين فولدر وتفتح مشروع الاتش ار امي اس تتأكد انت ايه? فتحه عندك. كده هوا. كده هوا فتح المين المشروع بتاعي. ضيب يا شباب. احنا كده هوا المكان المفروض يكون عندي فيه ملفات الاش تيميل. اللي هو ديزاين بتاعي. احنا قلنا في الاب بيكون عندك الاكواد. الريسورس دي دي بيكون عندك فيها الفيوهات اي الفورم اي ايه? ايه? صفحات الاش تيميل. هنا كده الريسورس لاجه فيها حاجة اسمها دي ايه? الواجهات. هنا كده اعمل ديو. هنا كده يا شباب. تعا معي اعمل معي كليك يمين. اعمل معي ايه? ايه? نيو فولدر. هنسميه ايه? كده هوا. لايوت. تمام يا شباب? طيب. هنا كده هوا المفروض يكون عندي هنا ايه? دي هنخزن فيها صفحات الماستر. الصفحات الاب اللي عندي. امشي معي بالفيديو. مع الوقت هتفهم كل شيء. طيب هنا كده هوا هعمل ايه? هعمل كنيو. نيو وحاجوه لي هيسمه ايه? اه ادمي. دوت بلايد. دوت بي ايش بي. ليه عملنا دوت بلايد؟ هنفهم مع بعض. هنا في اللورفل احنا ايه? مايشتغل تمام دي كده معين بيشتغل بيشتغل بحيس يكون standard وكل المطورين اللي معك في المشروع او البروجكت بتاعك كلهم بيشتغلوا بنفس الكيفية فمن السهل بعد كده ان انت تعمل تطوير او اا اا تعدى على شغلة حدي تاني لان انت فاهم انو شغال بالبلاد شغال بيشتغل سابت مش بتغير تمام طيب هنا كده شباب حتيجي معي ايه على اللوحة بتاعتنا اللي عمت لها هنا هو اللوت. هنشغل على ايه? هناخد الاتش ميل بتاع مين? الصفحة دي. كده افتحها معي كده هو بالنوت بتعمل كده هو وتجي معي هنا هيكو. على تعمل كده عملت ايه انا? فقط خدت محتوى صفحة الاتش ميل اللي عندي في اللوحة. دي الصفحة تعمل داخل داخل الاتش ميل. عاوز اقول لي مشروع للمشروع. لما اشغله. مش عاوز جيبلي الكلام ده هو. انا عاوز جيب لي مين صفحة الاتش ميل. ازاي يندع عليها? ازاي من خلال الروت يندع عليها? طبعا انت اكيد في اللوحة الفهمت ان انت ايه? هنا فوق في اللينك بتاعك ده يمثل الروت بتاعك. يمثل الروت. طيب انا عندي هنا هو. فوضة اسم راوتس عند الديفولت فايل اسم ويب هنا كده بيقوله ايه الراوت جيت لما ايه اليوزر يطلب عندك سلاش كده ايه اي حاجة غير منها بقوله ايه طيب انا عاوز اقوله كده ايه لا انا عاوز اقوله رجع لي الفيو اللي اسم ايه ازمي فانا بيقوله كده يعني ايه رجع لي رجع لي صفحة الشمال واجهة فيو دي هلبر عندي وانا ابعته المصاب بتاعي طيب موجود فين في اللايوتس اهو فولدر عندي فيوز عندي داخله فولدر اسمه لايوتس بداخله فايل فانا كده ادخل ازاي داخل الفولدر اقوله ضد ضد الفايل اسمه ادمن طيب كده اعمل رفرش هيرجع لي مين المحتوى اللي ايه اللي ما عندك في الادمن لكن الشكل بتاعه ايه الشكل بتاعه بايس خالص ليه كده انت لو عملت معي سببت ايليمنت هنلاقي اني عندك ملفات السي اس اس و هو مش متعرف عليها مش متعرف علي عليه نشوف مع بعض هنا كده معي افتح معي الفايل ادني بتاعنا ده اللي فيه اللي بتاعي ونشوفها بعد كده شباب اول اي فوق كده تعال اغير معي التايتل دهو خليه اتش ار ام اس وبعد كده نشوف يا شباب هنا بيقولي المسار بتاعي البلاجن دي فين البلاجن دي موجودة عندي فين نشوف انا عندي اتش ار ام اس عملنا فوضر من بره كده في الروت اللي اسمه ايه اسد فانا عاوث كده ايه عاوث دالة تقول للملف بتاعي اول حاجة ايه احاق المسار بتاع المشروع بتاعنا الاساسي طيب اجيبها ازاي هنا كده هو شباب تكتب معي ايه كده اقواص معقوفة كده انا هبدأ اشتغل اكتب مع الوقت لو انت اول مرة تشتغل بيه معنا هتفهم الكلام ده هو تمام ولو عاوث تفهم اكتر عندك الدورة على تيوب بنشرح فيها ايه مع الروفل ازاي استخدم البلد طيب هنا كده بقول ايه الهلبر اسمها اسد تمام هلبر اسمها اسد هنا كده هو حبدأ احط ايه المسار بتاعي الدالة دي كده الهلبر دي اسد هتجيب المسار بتاعك لحد ايه اللوكال هوست اتش ار ام اس يعني هي كده ايه حتكون شايفة لحد هنا هو تمام المسار ده هو فانت بعد كده حتكمل حتقول له ادخل داخل اسد تمام كده اهو حبدأ هنا ايه احط المسار بتاعي مالوفي بتاعي اقول له ايه ادخل لفوتبر اسمه اسد تمام وبعد كده ادخل جوه الادمن اهو شباب عمدي هنا هو اسد جوها ادمن بعد كده عندي ايه البلاجين والسي اس وكلام بتاعي فانا كده ايه اخد باقي المسار قط كده اعمل بيست ده اول حاجة معنا كده اعمل كده اعمل كده افش معي نشوف اهو كده ايه بدأ اشتغل معاك طيب وهكذا يا شباب ابدأ اكمل تمام تحت كده اهو الفونت هنا مثلا الديست اهو كده اهو هاجوله ايه ادخل الاسد وادخل لفوتر هنا ايه اسد ثم فوتر الادمن بعد كده ايه هاخد باج المسار بتاعي تمام وبعد كده ايه نفس الكلام تحت هنا اهو كده اهو اسد تمام وانا اقول له ايه اسد ادخل لي داخل فوتر الاسد اللي عندك في الروت ثم فوتر الادمن ثم ابقى كده ايه اكمل معايا طيب تعمل كده اخد ده اقابل معايا كده او بيست في الباجين عشان نشوف اخد الكلام ده قط وابدأ ايه ادخل داخل المسار بتاعي كده ايه حيشوف الملف بشكل صحيح المسار بتاعه طيب قطك معايا سيب ريفرش معايا كده او بدا ايه بدأ ايه بدأ يشتغل معاك كويس طيب وهكذا يا شباب هبدأ اكمل تحت شوية اه عندي حي تاني عندي صور مثلا صورة هنا مثلا موجود اهو الصورة دي في الديست فهو كده مش شايفة هقوله ابدأ حتلي دلة الهلبر الاسد اللي بشوف معايا ايه المسار بتاعي لحد الروت لحد هنا كده اهو بعد كده بقوله ايه ابدأ ادخل معايا على الاسد ثم الادمن ادخل ايه فوتر الاسد ثم ادخل للادمن وبعد كده اكمل المسار بتاعي بتاع الصورة كده هو اعمل بيست طيب تحت كده نشوف تاني شباب معايا الفوتر تحت عندك ملفات الجاباسكريبت والجيكويري برضو ايه نفس الكلام هنا كده ايه اقول له الهلبر اسد هجيب للمسار لحد الروت بعد الروت ادخل معايا داخل الفولدر اسمه اسد وادخل لو منه داخل ادمن وبعد كده اكمل المسار بتاعي تمام كده هو هديك المسار بتاعنا عفوا قط هديك المسار ايه بتاعنا اعمل سيف كده هو اعمل فرش معايا هيبدأ ايه هيبدأ اشتغل معاك طب كده نشوف عندي مشكلة في الكنسل اه عندي اربع صور ابدأ لفين يا شباب نشوفهم فوق كده ايه عندك صور هو مش شايفة اهو شباب هنا كده اهو الصورة دي اقول له ايه اسد ادخل جوه الاسد ثم فوضي الادمن بعد كده ايه اكمل معايا باقي المسار للصورة تمام هنا ايه بحس كده اهو هنا برضو هنا فوقها عندي بصورة اهو تانية اسد الهلبر بتاعتي داخل الادمن وكمل لي ايه مسار الصورة طيب عندي كمان صورة تانية كده اعمل رفريش عندي ايه صورتين تانية نشوفهم فين امج اهو شباب الصورة هنا اهو اسد ادخل داخل فولدر الاسد ثم فولدر الادمن وكمل لي ايه مسار الصورة الصورة اخيال اللي معانا هنا كده اهو اسد ادخل لي داخل الاسد ثم الادمن وكمل ايه مسار الصورة بتاعك اعمل حفظ سيف كده ما عندكش اي مشكلة خالص وشغل معك وبدأ ايه يجيب معاك الملفات وشغلك اللوحة بكل سهولة احنا عملنا اينا هده تحميل اللوحة بتاعتنا هتنزل لك اللوحة كده اهو تعمل لها اكتراك تدخل داخل داخل منها هتاخد معايا السي اس اس والفونتث والجابسكريبت والديست وهنا كده في مشروع بتاعنا اعملنا فوضة اسمه اسيتس دوها فوضة اسمه ادمن هنحط في ايه ايه الفايلة اللي معانا الخاصين باللوحة وعملنا فوضة الابلود ده عشان نعمل فيه ابلود للصور وملفات مستقبلا بعد كده ايه عملنا هنا كده او داخل الفيوز اللي عندك في الريسورسز الفيوز عملنا اللايوتس وهنا ايه جبنا محتوى الفايل ستارتر اللي عندك في اللوحة داخل وضبطنا المسارات وشغلنا المشروع بتاعنا من غير اي مشكلة ان شاء الله تعالى باذن الله في فيديو القادم هنتعلم ازاي اعمل تكسيم الكلام ده اهو اه الفوتر ويعني ايه مستر بيج وازاي اعمل اكستيند منها فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته